في مرات بصير كوارث بالتنظيف وأحياناً مش كوارث التنظيف أو طرق التنظيف في البيت مدارس في كل حداً له مدرسة معينة وفي معظمنا بأخذها من أمه من حماته كتير من نتعلم برضا منهم فأحياناً بس في شغلات أساسيات احنا بنوقع فيها هلأ من أهم الأغلاط اللي بنعملها بتلاقي ستة البيت انعجأت وقامت وشمرت وكذا تحمست هذا بتبلش تفرق الحماشة بيخوف بتبلش بدها تخلص البيت كله بنفس اللحظة هلأ ما أسمي البيت لأجزاء ودائماً زي ما بحكي دائماً ببلش من فوق لتحت هلأ هاي كمان مدرسة وقلوا لي لا احنا من نظف تحت بعدين من كتة الغبرة فما بوزبط احنا دائماً يعني تخيلوا كيف الشتاء بنزل من فوق لتحت الغبرة رح تنزل بالآخر بديك تنطفي دكت عسفي بديك تنطفي أي شيء كله رح ينزل لتحت فبتالي رح تنطفي الأرض مرتين فاعتمدوا هاي الطريقة جزء جزء ومن فوق لتحت كمان شغلة ستات البيوت ببلش ويفركوا مثلاً لقيت الغاز وسخ ببلش بجيب هالأدوية القوية وبحطها لسلكة وببلش ببلش أفرك دائماً نعتمدوا إنه إنقعي بعدين أفركي أسهل طبعاً النقع شو بيعمل؟ بيعطي المواد اللي بنا نستعملها اللي عم نشتريها بمبالغ وعم نشتري كتير تأثير أقوى بالضبط أتركي هاي المواد تشتغل شغلها أتركيها وغالبية المواد بيكون بدها تتركيها فترة حتى تأخذ مفعول فإنقعي بلش مثلاً إنقعي الغاز خلص الجليات مثلاً أعملي شي تاني بعدين أرجعي فهيك بيكون كتير عليك أسهل كمان شغلة إنه إقرأ التعليمات والمواد هلا إحنا ما منقرأ صح خلص سمعت والله جارتي زبط معها هاد للبوع بروح أنا بجيبه بحطه على كنبياتي بيقوم بروح اللون ممكن كنبيات جارتي لون نوع لقماش مختلف ممكن اللون مختلف فأنا لما ما أقرأ ممكن أسبب أضرار للأغراض اللي عندي في البيت وقلوم جارتي بالأخ فالصبت إنه يعني تصير تسبب على اللي دلك فهي مائل هزم لازم في مواد كتير كمان بتخرب فيه من الشغلات اللي داما بيعملوها ستات وهاي الصبايل أو البنات اللي بيجوا بيساعدونا بالبيت بيعملوها إنه بتصير ترش مي على شاشة التلفزيون صحيح هاي طبعاً من شطبتها لشاشة التلفزيون أو كل الأجهزة الكهربائية ما بزبط إن الرش عليها مباشرة طيب شاشة التلفزيون تحديداً أو الأجهزة الكهربائية شبتن صحيح دائماً منجيب مثلاً بخاخ منحط نصف كحول ونصف مي وما من الرش مباشرة من رش عفوطة بعدين منمسح على فرض هون هاد السكرين أو الشاشة نصف كحول نصف مي برش بعدين بمسح تمام وبمايكروفايبر وعفكرة من الشغلات الكتير منيحة كمان لشاشة التلفزيون فلا تري القهوة تري القهوة كتير منيح لأنه بيعمل غبرة وكتير لطيف نعم على الشاشة هلأ كمان من الشغلات اللي كمان منسويها أو منسها عنها إنه الأشياء اللي بتنظف هي كمان بدها تنظيف وهي ممكن الشغلة نستغربها يعني الغسالة منقول خلص ما هي بتنظف آه طبعاً معناته الجلاي ننساهم فالجلاي والغسالة هدول الأدوات بنظفوا أجهزة لازم يتنظفوا كمان كمان الأدوات اللي بنستعملهم مثلاً تبعت الغبرة هاي الريش اللي كلهم بنحبها لازم تنكت كل فترة الفوط اللي بنستعملهم المماسح بعيد عنكم كل إشي كل شي بنظف لازموا تنظيف ولازم وكمان أكتر إشي وما بتتخيلوا قديش بيحمل كمية كبيرة من البكتيريا سفنجة تجلي طبعاً كل قديش لازم تتغير يعني حسب برضو الاستهلاك بس غالباً كل أسبوع لازم نكبها نجيب واحدة جديدة نعم ودايماً ما تخلوها بالمي يعني ما تخلو هذا التشط اللي محطوط بالمجلو فيه مي وحطين معا كلور وكذا السفنجة بس تخلصوا منها أعصروها وحطوها بمحل تنشف ممكن تتنظفوا أكتر من طريقة ممكن نعمل عنها حلقة أو بنحكي عن المواد التالية حب أن إذا ضل وقت نرجع لموضوع الغسالة والجلاية شو أفضل الطرق أيضاً لتنظيفهم؟ إن شاء الله كمان من الأغلاط اللي بنعملها إنه من نظف الشبابيك بالشمس لما تكون كتير الشمس قوية هذا غلط؟ غلط طبعاً لأنه إحنا من رش عليها المواد التنظيف ولأنه الشمس كتير قوية فوراً بتنشف أو بتتبخر هالمواد وبالتالي بتخلي عليها بقع بصير التنظيف أصعب دائماً إذا بتكون تنطفوا الشبابيك طبعاً تكون في ضو ما بقولكم على العتمة أكيد بس يكون مثلاً صبح بكير أو العصر مش الضهر ما تكون الشمس كتير قوية هلأ فيه كمان شغلة كتير بسوها غلط وهي كتير بتعمل مشاكل بأنه بحطوا كتير كمية مواد تنظيف مثلاً بتحط بقولها معيار نص بتقوم بتحط كل بالغسالة بقولك يا عمي حطي قرص بتقوم بتحط قرص بالجارور وقرص بترميه بقع الجلاية هذا بيخلي الأول إشي صرف مي أكتر لأنه الغسالة أو الجهاز هذا نستعمله فيه فيه كمبيوتر زكي هو محدد أنه هلأدي كمية منظف إحنا لما نحط زيادة منتشطر بيقوم بيصير يصرف مي أكتر وكهربوا أكتر وبيضل أثار هاي المواد المنظفة مواد تنظيف على الأشياء اللي بنستعملها يا على الأواعي يا على الأواني فما تكتروا تزموا دائماً بالمقادير المطلوبة تمام هلأ كمان في عندنا طريقة الأس هاي طريقة الأس أنا دائماً بحكي عنها لما بدكم تنطفوا أي سطح إذا عملتوا دائرة هيك على فرضهم فيه أوساخ فأنتوا هيك عم بترجعوا الأوساخ على نفس النقطة اللي أنتوا وصلتوا لها نعم فطريقة الأس إنه نعمل بهذه الطريقة فهيك الأوساخ ما بتضلها على نفس المحل بالعكس إحنا عم نتخلص منها بهذه الطريقة بس اعتمدوا طريقة الأس في التنظيف هلأ فيه كمان شغلة إنه كمان الطرق التنظيف ومواد التنظيف اختلفت عن قبل طبعاً يعني اللي كانوا يستعملوا جداتنا وإمياتنا اختلف المواد اللي عم نستعملها هلأ اختلفت أكيد كل إشي مواد حتى عم نستعملوا طلع ثورة كبيرة في عالم المواد التنظيف وكمان في الأدوات اللي بنستعملها نعم فالطرق الأديمة ما بتنفعلها هلأ فدائماً بدنا نتعلم ونعمل أبديت لمعلوماتنا مع أنه مرات بنرجع برضه لفكرة الخال فكرة نبتعد عن الكيمويات أيضاً مرات الأساس بيكون صحيح أنه نرجع برضه للمواد الطبيعية بالزبط هي هاي المواد الطبيعية بتضلها أكيد بس لا فيه طرق معين مثلاً كانوا يستعملوها زمان هلأ ما عم ما بتوزبط أوكي لأنه فيه شغلات تغيرت مثلاً زمان كانوا يستعملوا السلكة لأنه كانوا يطبخوا بألمنيوم صحيح هلأ صار عندك تفال مثلاً فيه جرانيت هذا ما بوزبط مع السلكة يعني مش نفس التكنيكات بتوزبط مع الأشياء اللي هلأ هلأ الغلطة الأكبر اللي أنا كمان وقعت فيها معرفة ستات دخل ومستشفيات ما وراها بالزبط إنه منظفات لا تخلطي ولا تخلطي منظفات رجاءً لأنه أنا هاي وقعت فيها كمان فالكلور ما بنخلط مع أي إشي مش بتقولي إني أنا بدي أخد مفعول أكتر الكلور بعمل غازات سامة الكلور إذا نخلط مع الكحول بعمل عندنا غاز اسمه كلوروفورم أوكي والكلور إذا نخلط مع أمونيا الأمونيا اللي هي موجودة بمنظف الزجاج نعم بتصير بد هالأزاز دي الماء بتقوم تخلط منظف الزجاج مع الكلور بعطينا غاز اسمه كلورامين هذا كمان غاز سام وبعمل تحسس وبعمل حتى بقع على الجلد نعم والكلور إذا نخلط مع الخل كمان بعطينا غاز لكلورين هذا غاز سام يعني بستعملوا إني لا كحول ولا أمونيا ولا خل إذا لكلور لا يخلط مع أي إشي أبداً ولا مع أي منظف عندك ولا معقب ولا إشي ولا أي معقب الكلور بدك تستعمليه لحاله وقلل وقد ما بتقدره يعني بالمنموم استعملوا عشان كتير إلو أضرار نعم تمام هلأ آخر شغلة رح نحكيها إنه هلأ مثلا أنا عندي الأرض باركة تمام البركة طبعا نعرف كلنا إنه ما بتتحمل مي في مرة واحدة قالتلي إنه البنت اللي عندها كبت مي وشطفتها الله يخطيها العافة فبق بشت وقبع من مرة واحدة ممكن يصير ليس من مرة واحدة باستمرار كانت تتركها وتطلع فرجعة تلقت كلهم أبئب هلأ فيه كمان شغلات لازم ننتبه لأنه الشركة الصانعة لمواد التنظيف غير الشركة الصانعة للأشياء اللي احنا بنستعملها صحيح هذا إلو سياسة بده يبيع وهذا إلو سياسة بده يبيع طبعا فهم ما بتفقوا صحيح فإحنا كمستهلكين أو كستبيت تكوني عائلة وزكية وتعرفي إنه هذا المنتج ممكن ما يزبط عندي على الإشي اللي عندي في البيت عشان ما يخرب صحيح فهدول بيختلفوا طبعا عن بعض كل واحد إلو سياستو وهم ما بيعملوا عشان والله أنا بدي أنظف هاي الأرضية عشان أفيدك لا هو بديوا يبيع زي ما حكيت نقرأ على المواد نرجع نقرأ سميرة نصيحة أخيرة فيما يتعلق بتنظيف المنظفات يعني مهم جدا وهاي شفناها عند الستات فترة الكوفيد الجائحة صاروا يفضوا أكثر للتنظيف العميق زي الغسالة والجلاي أهم النصائح صحيح أهم إشي التنظيف باستمرار دائما إيدك تضلها بالأدوات اللي عندك بتعملي لهم صيانة دائما حاولي دائما الفلاتر أي إشي فيه فلتر دائما يتنظف لأنه مرات الجلاي بيكون الفلتر تبعها ما بنقام يعني يموش تلبيت أبدا لازم يتنظف حتى الرشاشات لازم تنقام هاي الأجهزة خصوصا الغسالة والجلاي لأنهم بيسخنوا بيكلسوا مع الوقت وإحنا المية عندنا كتير كلسية فلازم دائما دورة بالخل ممكن نعمل دورة بالخل كل أداء كل شهر خلنا نقول كل شهر ممكن نحط أنين تخل بالغسالة وعلى أعلى درجة حرارة على 90 وتخليها تلفل حالها فهيك بيروح الكلس والجرار كمان للغسالة نسحبها ونطفها طبعا لازم ينسحب وينتقع هلأ ممكن الجارور تبعها الغسالة نحطها بالجلاي نجلي صح أو من عقمة بالمورف نعم تطلق بعض نصيحة بس ولا إشي بس أنا جبت البخاخ هذا العزيز لأنه أنا بستبدل المواد اللي بحطها وأكيد اللي بيتابعوا الفقرة بيعرفوا أنه ممكن تعملوا منظف لكل إشي بالبيت وكل اللي تحت المجلة هاد لعنكم تلغوا بس بمجرد أنكم تستعملوا شوية مي سريعا وشوية دواجة لي وممكن تحطوا كحول طبي أو خل ماي وجلي وكحول هذا منظف عام لكل إشي فبسدكم عن كل إشي بالبيت شكرا سميراتك ألف عافية شكرا سميراتك ألف عام للمشاهدة